موسيقى كل اللي فات ومش هنتكلم في اي حاجة ليها علاقة باخطاء او بسوق اختيارات او بعدم توفيق الحسابات كلها النهاردة متعلقة بفرصة مصر الكبيرة جدا الاولى فرصة الاولى هي اللي احتمالات فيها اكبر هي اللي كافتنا فيها ارجح بكل المقاييس وبرهن فيها على الستين الف او الخمسة وخمسين الف تحديدا اللي هيسمح لهم بحضور المباراة ومتابعتها في الاستاد رهاني كبير جدا على الخمسة وخمسين الف اللي هيمثله مليون في انه هما يكون ليهم دور مهم ومؤثر فيه مسندة منتخبنا علا وعسى يصنعوا الفارق ويقدروا الحقيقة يدعموا المنتخب بالشكل اللي يخليه يحسم المواجهة الاولى في القاهرة خلاص بنتكلم على اتنين وسبعين ساعة مباراة انتظرناها طويلا مواجهة هيكون فيها انا ما بحبش كلمة الطار في كورة القدم لكن بالتأكيد هيكون نهائي بطولة قمم افريقيا لمرضود على المباراة دي لكن في جميع الاحوال نتمنى التوفيق لرجالتنا ان شاء الله في المباراة دي ونتمنى الحقيقة ان احنا نحط على اقل رجل قبل ما نروح لمواجهة هتكون صعبة جدا جدا بكل المقاييس امام قسود الترانجة في دكار بعدها باربع تيام على كل الاحوال هنتكلم في تفاصيل المباراة وخليني ابرك لكم طبعا لاننا مقابلتكم من ساعة ما الاهلي فاز على المريخ في المباراة التانية يتبقى للاهلي نقطة وحيدة يعلم بها تأهلوا للمرحلة التالية من بطولة دوري ابطال افريقيا وان شاء الله بإذن الله يكون التأهل على حساب الهلال السوداني على كل الاحوال خليني اسأل حضراتكم والكلام كله مش على اختيارات ولا على اسماء لكن اكتر على طريقة اللعب هل من الممكن نوكالوس كيروش يفاجئنا بطريقة لعب جديدة خلينا نسمع رأيكم في سؤال حلقتنا النهاردة هل يغير كيروش من طريقة لعب المنتخب امام السنغال خليني اسمع رأيكم وبالتأكيد هنتناقش فيها مع ضفنا النهاردة كابتن محمد حشيش والنهاردة حلقة النهاردة في السادسة انفراض من العيار التقيل نجم من نجوم الكرة العالمية لايسى فقط من نجوم الكرة الارجنتينية الفتى الزهبي الحقيقة للارجنتين ماريو كامبس اسطورة الكرة الارجنتينية هيكون ضيف علينا النهاردة في السادسة من خلال فيديو كونفرنس اتمنى اللقاء يعجب حضراتكم وخلونا نبتدي حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعنوي البداية مع المنتخب الوطني المنتخب يخول تدريبه الثاني استعدادا للسنغال في المرحلة النهائية المؤهلة للمونديال وصلاح وكريزيجي جهزان للسنغال وبسحة سلبية للعبين كيروش يسمح وحضور 15 دقيقة لوسائل اعلام في تدريب المنتخب ومدرب المنتخب يحدث 27 مارس موعد لسفر الفرعنة للسنغال لخوض مباريات القياب ماسيميليانو أليجري يحلم بضم صلاح لليوفانتس هي عموماً يعني لمدرسة الهولندية تدرس في كيفية اختيار النجوم ودايماً الهولندية الهولندية بتطلع كسبانة وأهم وأبرز الهولندية في العالم بتعتبط دايماً على نجوم الكرة الهولندية في مختلف الهولندية وتوقع أنه السنة اللي جاية وفتكروا الكلامي ده كويس جداً نجوم في أكسا مستردام زي هولر وزي أنتوني هيكونوا في أكبر الهولندية الأوروبية وهتحقق برضو الهولندية مكاسب اللي يهمنا دلوقتي مكسب منتخبنا في مواجهة السنغال الكلام أبداً مش على بس الاختيارات أو الأسماء اللي هتلعب المباراة أو طريقة اللعب اللي ها يعني يختارها ميستر كارلوس كيروش لمواجهة السنغال في القاهرة مباراة لا تقبل القسم على اتنين نحتاج مكسب ونتمنى يكون مريح ونحتاج أكتر أنه السنغال ما تسجلش دي شروط كده المواجهة الأولى بعد ما نخلصها نبقى نفكر بقى في المواجهة التانية وعلى كل أحوال كابتن دياسي طبعاً مدرب العام للمنتخب تكلم خلينا نشوف كابتن دياسي ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة أول يا جماعة أنا برحب بيكم جداً جداً كلكم يعني وعايزاً نطمن الناس ونطمن الجمهور أن كل لعبتنا وكلنا وكل البلد في حالة تركيز شديدة جداً جداً عشان المباراة بعتقد أنه لعبتنا وثقة في نفسها وعرفة قد إيه حلم المصريين بالوصول لكاس العالم وقد إيه هم إن شاء الله مصممين يلعبوا كرة كويسة ووصلوا إن شاء الله لكاس العالم الشغل تشغلين في معسكرنا في تركيز كامل في تحفيز بعد النقلة اللي عملوها في بطولة إفريقيا وإنتوا حسيتوا بيها وكل الناس حسيت بيها ورد فعلها كان كويس في تركيز شديد إن إحنا إن شاء الله نقدي مباراة ترضي جمهورنا وترضي كل الشعب المصري ونوصل إن شاء الله لكاس العالم بإذن الله كم كم مجتمعاتك؟ لا دي أسئلة صعبة تقولها ما تقولها ليش أنا صعبة ما فيش مدرب فريق الكلمة أنا إحنا بنوعد إن إحنا روحنا تبقى قتالية وإذن أداءنا يبقى قوي الهدف كبير جدا طبعا سنغال فريق قوي وفريق كبير وعنده نفس الهدف إن شاء الله تكون من ناصبنا لسول الكاس العالم دي حاجة كبيرة جدا بنشكر عليها كل المسؤولين لأن المسؤولين حاسين بنبض الناس وحاسين قد إيه الجمهور يفرق مع اللعيبة قد إيه اللعيبة مبسوطة إن هيكون فيه جمهور كبير جدا يملى الأستاذ وإن شاء الله نحن ما نخزلهمش ونطلع بنتجة إيجابية بإذن الله فيش كلام على الاختيارات إحنا بنتكلم دلوقتي على إن كلنا لازم نبقى كويسين صراح كويس وحالته كويسة جدا وإن شاء الله يلعب ويسجل بإذن الله مش وقته الكلام إن أنا أتكلم فيه في المعيار دلوقتي لإن إحنا الفرقة دي المختارة كلنا بنصق فيها وأعتقد إنه كلكم لازم تصقوا فيها واتدعموها عشان إن شاء الله ربنا نكرمنا واللي جاي بقى أحسن بإذن الله شكرا ده كلام كابتن دياء السيد طبعا مدرب المنتخب فيما يتعلق بالأسئلة اللي طرحت عليها الراجل حقيقة ما دخلش في تفاصيل وأعتقد إن إحنا خلاص قدام عمر واقع يعني مش محتاجين نتكلم في الاختيارات آه طبعا الاختيارات كان عليها تحفزات وعليها علامات استفحام كبيرة جدا ولو سألت يعني تسعين في المائة من الشرع المصري هيقول لك اسمه اثنين وتلاتة واربعة أفضل من اسمه اثنين وتلاتة واربعة داخل القائمة لكن مش دي قصة وخلينا نتفق إنه المواجهة دي اللي يحسمها أو رهاني أنا الشخص يعني على المواجهة بتاعت القاهرة تحديدا اللي يحسمها مش الإمكانيات الفردية ولا الحالة الفنية اللي عبتنا بقدمها هتحسمها الروح والجمهور الروح اللي احنا ظهرنا عليها في بطولة أفريقيا لو استمرت مع لعبتنا في مباراة القاهرة اعتقدناها تصنع الفرق بشكل كبير جدا وتعود خلينا عشان نكون صرحة انت بتقابل أتقل منتخب في القارة بص القايمة الفريق بص اللعيبة دي خبراتها بص الفرق والدوليات التلعب فيها قايمة محترمة جدا وإحنا شفناهم شفناهم في بطولة أفريقيا فبالتالي بتقابل منتخب من العرى التقيل حقيقة ومواجهة صعبة جدا لكن أنا وصل جدا في لعبتنا في الأسماء اللي اختارها مستر كارلوس كيروش رغم برضو بقول بين قصين كده انه ممكن يكون فيه شوية تحفظات مش بس على الأسماء اللي تم اختيارها لكن على بعض الأسماء اللي ممكن لو كان اختارها مستر كارلوس كيروش كانت ممكن تبقى ورقة ربحة هو الراجل يعني عموما يعني اللي أنا قريته من 23 اسم اللي اختارهم انه الراجل هيلعب جيم دفاعي يعني الراجل مش بيراهن قوي ما تتوقعوش ان احنا هنهجم السنغال بقوة يعني في مباراة القاهرة هنا ده اللي بيقوله اختيارات كارلوس كيروش ممكن توظيف اللعيبة ممكن راجل ليه فكرة تانية ده شيء دي قصة تانية لكن لما تختار 23 لعيب منهم سبعة بس عندهم يعني الحلول والمفاتيح عندهم القدرات الهجومية اللي تقدر تكسب بيها مباراة مع فريق بحجم السنغال انت بتكلم على سبع اسماء عدوهم بالورع والقلم صلاح مصطفى محمد تريزيجي مارموش زيزو افشا على كل احوال هنتكلم النهاردة بالتفصيل انا بس عايز صم منكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله منتخبنا هيعمل مباراة قوية واحنا اللي يهمنا في الاخر ان احنا هنحس ان اولادنا عملوا اللي عليهم مش مطلوب منهم اكتر من كده خلينا نشوف دكتور اشرف صبح المناسبة كان موجود النهاردة في تمرينة المنتخب منتخب بيتمرن على فترتين كل يوم في الجيم الصبح تمرينات خفيفة تقدر تقول عليها كده تدريبات استشفائية عشان المنتخب او لعيبتنا تتخلص من حالة الاجهاد الشديدة اللي كانوا بيعانوا منها في الفترة الاخيرة وبعد الظهر بيبقى التمرين الاساسي اللي حضراتكم شايفين منه لقطات على الهوى خلينا نشوف دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ال ايه ونرجع لحضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم انا بشكركم جدا واهتمامكم منتخب مصر فريق قومي ودير سالة بنقولها لكل الجمهير المصرية كلنا لازم نشجع منتخب مصر ونشجع فريقنا هم عندهم روح مع النوية عالية جدا وحسين بمدى المسئولية واهمية المسئولية انا اتكلمت معاهم فلحية كلهم عندهم روح عالية احنا بنوفر لهم كل الوسائل والتحاد الكرة معاهم ونشوف شغلهم عندنا جهاز فني ومدير فني على اعلى مستوى عندنا فريق كويس جدا ما نعودش نقول اصله والفريق التاني الفريق التاني احنا في رأيه لم نهزم احنا يمكن اربع مباريات اكسترا تايم والماتش الاخير ما كانش عندنا اتنين باكرايت للاصابات وخلافه وعندنا الاستوبر الرئيسي وعندنا حارس المرمى الرئيسي مش موجودين ومع هذا اتعدلنا واكسترا تايم والبناليتس دي دي يعني فيها توفيق فريقنا قوي ان شاء الله رب العالمين المهم يقدوا بشكل كبير جدا القدر ده بتاع ربنا واحنا وراء المنتخب القومي وان شاء الله نتفاقل دايما بالخير هنا وربنا يكرم ان شاء الله شكرا يا جماعة كله جاهز صلاح جاهز الكادم اللي اتعرض لها صلاح مع ليفر بول او تريزي جاه مع بشاك شهير مش مؤثر عليهم وجاهزين ان شاء الله المواجهة تطمنوا فرقتنا كلها جاهزة وان شاء الله كلنا ثقة فولادنا هاخد كت كده هبعد شوية عن المنتخب بس هرجع مرة تانية بالتأكيد واخدكم لبطولة دوري الابطال واشوف موقف الاهلي فيها لان احنا متقابلناش من بعد مواجهة المريخ الاخيرة اللي اهلي يحط فيها او زود في رصيده تلت نقاط ده موقف المجموعات والمنافسين المرشحين لمواجهة الاهلي في الدور التمانية ان شاء الله حال تأهلنا وهقولكوا سيناريو تأهل الاهلي ماميليدي سانداونس في المجموعة الاولى حسم طبعا صدرت المجموعة لصالحه برصيد 13 نقطة الاهلي في المركز التاني بينفرد بيه دلوقتي بسبع نقاط وبيجي الهلال في المركز التالت بأربع نقاط والمريخ في المركز الاخير بأربع نقاط المريخ فقد كل حظوظه في التأهل المنافسة دلوقتي بين الاهلي والهلال على المركز التاني الاهلي عنده سبع نقاط المريخ أربع نقاط ومواجهة اخيرة هتجمحهم في الاول اسبوع من شهر ابريل غالبا هتكون يوم اتنين او تلاتة أقول لحضراتكم منذ الأهلي يكفي التعادل لكن إن شاء الله المباراة على ملعبنا وإن شاء الله نحقق فيها فوز عريض يأهلنا لدور التمانية بشكل قوي السيناريو الوحيد الذي قدر الله في حالة عدم تأهل الأهلي هو فوز الهلال السوداني على الأهلي في ملعبه هنا وده السيناريو إن شاء الله ما نتمناش أنه يحصل ده السيناريو الوحيد الذي الأهلي يخرج فيه من البطولة لكن إن شاء الله التأهل المض� نروح المجموعة به عشان نشوف طبعا الأهلي في جميع الأحوال لو تأهل هتأهل في مركز الثاني فمفترض أنه هيقابل واحد من المتصدرين للثلاث مجموعات المتبقية في بطولة دوري الأبطال في المجموعة الثانية جروب بي عندنا رجا كازابلانكا الرجاء المغربي في الصدارة برصيد 12 نقطة ووفاق السطيف في المركز الثاني برصيد 9 نقاط والصدارة لم تحسن بعد لصالح الرجاء المواجهة اللي جاية هتجمع بين الرجاء وبين وفاق السطيف في ملعب الرجاء ولكن طبعا فرص الرجاء أفضل في ضمان الصدارة هنا الكلام عن الحسابات برضو مرتبط بفكرة أنه أعتقد يعني أنه الكل يخشى مواجهة الأهلي المصري فالمواجهة اللي جاية هتكون مهمة جدا في تحديد أول وثاني كل مجموعة لكن في النهاية الرجاء ووفاق السطيف هم الأقرب للتأهل عن جروب بي نروح لجروب سي وده جروب طبعا التلاجئ التونسي اللي مازال مع شباب بلوزداد بيتنفسه على صدارة المجموعة وبرضو في جروب سي المواجهة الأخيرة هتجمع بين الاتنين شباب بلوزداد والترجي التونسي طبعا النجم الساحلي وجالكسي خرجوا بره الحسابات بشكل نهائي نروح للمجموعة الأخيرة الوداد بيترو أتلاتكو الزمالك المصري ساجرادا إسبرانزا طبعا الزمالك وساجرادا إسبرانزا خارج الحسابات بعد تماما عن المنافسة برسيد نقطة وثلاث نقاط لكن المنافسة على الصدارة مازالت بين الوداد وبين بيترو أتلاتكو والخسارة الوحيدة اللي موني بيها الوداد البيضاء أو الوداد المغربي في المجموعة دي كانت من بيترو أتلاتكو على ملعب بيترو أتلاتكو والمباراة اللي جاية هتجمع بين الاتنين برضو بين الأول والتاني ولكن هتكون في المغرب 12 نقطة للوداد 11 نقطة لبيترو أتلاتكو والمتصدر برضو غالبا هيكون الوداد المغربي وده معناه أنه الأهلي فرصه أكبر في الدور التمانية أن يقابل واحد من ثلاثة من شمال أفريقيا الوداد أو الرجاء المغربيين ومعاهم طبعا الترجيق التونسي فكرتكم سريعا بس ريكاب سريع كده لموقف دوري الأبطال كلبنا مستمرة طبعا ومتابعتنا مستمرة وهيكون ضفنا واحد من أهم أساطير الكرة العالمية والفتى الزهبي لمنتخب الأرجنتين ماريو كامبس بس بعد الفاصل لما تتكلم على عظماء الكرة في العالم أو على مدار تاريخها الأساطير الحقيقية لما تقول أسماء زي ديستفانو زي إيزيبيو زي يوهان كرويف زي مارادونا زي بيلي زي ميسي ورونالدو ودلوقتي لازم تقول اسم ماريو كامبس الفتى الزهبي للبرازيل نجم نجوم العالم في 78 صحب بصمات واضحة جدا طبعا مع منتخب الأرجنتين وكان ليه فضل كبير بالمناسبة في تحقيق الأرجنتين لأول ألقابها في بطولات كاس العالم هي ما حقيقتش غير لقبين لقب جابه ماريو كامبس ورفاقه سنة 78 ولقب جابه مارادونا ورفاقه سنة 86 لكن يبقى الحقيقة ذكريات 78 مع ماريو كامبس وحضراتكم شايفين طبعا مهارة ولا أروع لاعب كان يعني طبعا واحد من أساطير الكرة زي ما قلت مش بس في الأرجنتين في العالم كله هدف من طراز فريد وبالمناسبة هو يعني بالأرقام تالت الهدفين التاريخيين لمنتخب التانجو وفي كاس العالم الحقيقة حقق لقب أو حقق لقبين ما تكرروش في تاريخ كرة القدم العالمية غير مع ثلاث أسماء كان ماريو كامبس واحد منهم معاه بيشترك في جارينشا طبعا نجم البرازيل وباولو روسي نجم إيطاليا في كاس العالم 82 وهو الانفراد بالحصول على جيزة أفضل لاعة في بطولة كاس العالم وفي نفس الوقت تفوز كمان بلقب الهدف الجولدن بول والجولدن فوت أو الجولدن بوت زي ما بيسموها ده اللقبين اللي حققهم طبعا كامبس وكان هدفه التاريخي فيه النهائي طبعا الأسطوري أمام هولندا كفيل بحسم اللقب لصالح المنتخب الأرجنتيني إنجازاته الحقيقة مش بس مرتبطة بالكرة الأرجنتينية لكن حقيقة كمان كان ليه بصمات كبيرة جدا في الكرة الأسبانية وتحديدا مع الخفافيش فريق فالينسيا اللي قدر يحقق معاه لقبين من ألقاب الليجة عشان تحقق لقب في الليجة الأسبانية وانت بتعبش مع ريال مادريد أو برشلونة دي تعتبر معجزة لكن كامبس ما اكتفاش بلقب واحد لكنه حقق لقبين وبالمناسبة سكوادل منتخب الأرجنتيني الحاصل على لقب بطولة كاس العالم كان في التوقيت ده ماريو كامبس هو الأرجنتيني الوحيد المحترف في الخارج شرف كبير لنا طبعا إن يكون معنا اسم كبير في الكرة العالمية زي ماريو كامبس اللي هنتكلم معاه في حاجات كتيرة جدا منها ما يتعلق بالكرة الأرجنتينية وانجمها ومنها ما يتعلق طبعا بفرص منتخب الأرجنتين في كاس العالم القادم 2022 ماريو كامبس برحب بيك طبعا وبشكرك شرف كبير أنك تكون موجود معنا في السادسة على شاشة الأهل الحقيقة فكرنا كتير إزاي نبتدي لقاءنا معاك وما كانش فيه أفضل من أن احنا نفتكر المباراة النهائية في كاس العالم 78 اللي جمعت بين الأرجنتين وهولندا ولعبت فيها دور البطولة إحساسك إيه في اليوم ده بعد انتهاء المباراة وبعد تحقيق الأرجنتين لأول ألقابها في بطولة كاس العالم سنة 78 الطبع كانت مباراة صعبة للغاية وكان علينا أن نحارب كثيرا من أجل أن نفوز بهذا اللقب نعم البطولة كانت على ملعبنا ولكن هذا لم يكن يعني أن الأمور كانت سهلة فكان هناك حمل كبير على كواهلنا لأننا نلعب وسط جماهيرنا المباراة كانت صعبة للغاية المنتخب الهولندي كان يمتلق خبرة أكثر منه ولكن من خلال الروح والرغبة الكبيرة في أن تصل إلى أن تكون بطل العالم هذا هو ما ساعدنا أن نكون أبطال العالم أنا أعتقد الظاهر في الصورة في وراك ده الجولدين بوت أو الجولدين بول اللي فوزت بيهم في كاس العالم ولا دي جواز تانية أو مختلفة يعني السؤال عن الجواز اللي ظهر فيه خلفية الصورة ده الجولدين بوت اللي فوزت بيه كهدف كاس العالم وأيضا أعتقد دي الكرة الزهبية اللي توكت بيها كأفضل لعفة في بطولة كاس العالم 78 طيب طبعا نحن نتكلم على واحد زي ما قلت لحضراتكم من أساطير الكرة الأرجنتينية وبالمناسبة ماريو كامبس كان من حيث ترتيبه في الهدفين بيجي على طول بعد اليوميسي وبعد باتي جول أو جابريال باتيستوتا الهدفين التاريخيين لمنتخب التانجو لكن إسهاماته مهم جدا طبعا نعرف التأثير إسهاماته كانت كبيرة جدا في بطولة كاس العالم 78 بدأ في الأدوار الحاسمة طبعا دي مباراة النهائية مباراة من مباراة التاريخية كمان عموما في كاس العالم يعني نهائي كلاسيكي بيجمع بين هولندا الطحونة الهولندية في التوقيت ده نتكلم على واحد من أقوى منتخبات العالم ده طبعا جمهور الهولندي في المدرجات وبنتكلم على الأرجنتين التانجو التي لم تحقق اللقب من قبل أول ألقابها تحقق في 78 على إيد ماريو كامبس جيل يمكن تظلم كتير جدا وعموما في الفترة دي أو في التوقيت ده كان مفيش الانتشار كبير قوي اللي بنشوفه النهاردة لنجوم الكورة كانش فيه حاجة اسمها السوشال ميديا كانش فيه حاجة اسمها الساتيلايت كانش فيه حاجة اسمها أنك تتابع الدوريات الأوروبية يعني بالكتير قوي كان ممكن تتفرج على متشاط كاس العالم فبالتالي الظهور ما كانش بنفس القوة والكسافة وأعتقد لو جيل ده كانت متع بنفس الإمكانيات والمميزات اللي احنا شايفينها النهاردة مرادونا في بداياته يمكن لعب جنب كامبس دي لقطات من مواجهة الأرجنتين والتحاد السوبيتي في التوقيت ده لكن الحقيقة كامبس قدر يخطف كل الأضواء في بطولة 78 ويسجل الأهداف الحاسمة اللي مكنت المنتخب الأرجنتيني مش بس من التجاوز المنتخبات الكبيرة في التوقيت ده لكن كمان الوصول للمباراة النهائية والمكسب على حساب منتخب هولندا بالمناسبة والده برضو كان لعب كرة في الأرجنتين لكن طبعا ماعتقدش أنه حقق النجاح أو وصل للمكانة لو اتفرجته على أهدافه اتكلم على لعيب أولا مهاري جدا طبعا الجسم أو القوة والسرعة موجودين فيه بشكل كبير جدا لكن كمان هو مش بس مجرد هداف لكن هو لعيب كمان مهاري جدا لعيب عنده القدرة هتشوفه كتير من الأهداف بيحطها من كور سابتة برجليل اتنين بيقدر عنده قدرة كبيرة على تزديد بقوة وبدقة شديدة بكلتا قدمي يعني بيلعب باليمين والشمال بنفس الكفاءة طبعا يجيد تماما فكرة ألعاب الهواء وجزء كبير برضو من الأهداف لسجلها ماريو كامبس دي ترئيسة طبعا في نص يارضة وتخليصها جوا الشبكة بتاعتقد منتخب بلجيكا فمهاجم من طراز رفيع مهاري سريع قوي بيجيد اللعب برأسه وبرجله اليمين وبرجله الشمال عشان كده كان واحد دي واحدة من الكور طبعا الكور السابتة اللي بقول لحضراتكم عليها ورغم الحقيقة يمكن أنه حقق لقب كاس العالم مع منتخب الأرجنتين لكن كمان قدر وانت بتكلم عن الأرجنتين طبعا واحدة من المنتخبات القوية والمرشحة دايما لأي بطولة لكن كمان قدر يحقق إنجاز صعب جدا إنجاز فريد من نوعه أنك انت زي ما مارادونا نجح مع نابولي مثلا والنابولي ما كانش من الفرق الكبيرة قوي في إيطاليا في التوقيت ده وقدر يحقق معها ألقاب ماريو كامبس بعد كاس العالم وعلى مرحلتين قدر يحقق لقب الليجة الأسبانية مع فريق فالينسيا اللي يمكن بعتقد إنه محققاش ألقاب تانية بعد مرحلة ماريو كامبس مجموعة طبعا من أهدافه الرائعة اللي سجلها مع منتخب الأرجنتين واشتغل طبعا مع مشواره الاحترافي أعتقد استمر الفترة طويلة جدا في الملاعب حتى ما بعد كاس العالم أعتقد في أوائل التسعينيات أعتزل ماريو كامبس ولكن تولى تدريب عدد من أواخل التمانينات اعتزل وتولى تدريب عدد من الفرق منها في الأرجنتين ومنها خارج الأرجنتين ماريو كامبس بيرجع لنا مرة تانية خليني أدخل معك في موضوع نسختين من كاس العالم أو لقبين لكاس العالم حقاهم منتخب الأرجنتين نسخة 78 وكنت صاحب دور البطولة فيها ونسخة 86 وكان ديجو أرماندو مارادونا ومن التوقيت ده والأرجنتين بعيدة كل البعد عن لقب كاس العالم رغم تولي أجيال والحقيقة ونجوم كبيرة جدا بفتكر منهم ريكالمي أورتيجا وصولا طبعا للأسطورة الجديدة في الأرجنتين ليو ميسي في رأيك ليه بتعدت الأرجنتين عن التتويق بلقب كاس العالم حقيقة الأمر أن الأمر الذي يتعلق ببطولة العمل فالأمر ليس سهلا الأمر يتطلب أن تمتلك أفضل لعبين في العالم الأرجنتين كانت قريبة للغاية من حصد اللقب في البرازيل في 2014 أمام ألمانيا ولكن لم تستطع الأرجنتين الفوز في هذه النسخة رغم أن ألمانيا سجلت هدف واحد فقط ولكننا لم نستطع العودة في المباراة أنت وجدت ألمانيا كثير جدا في نهايات كاس العالم يعني يمكن تكون أكثر درب تكرر في نهايات كاس العالم كان الأرجنتين ألمانيا أنتوا خدتوا مرة وهم خدوا مرتين أو أنتوا فزتوا مرة وهم فزوا منكم بلقبين طيب خليني أسألك على النصحة اللي جاية من كاس العالم قدم في كرة القدم لا توجد أي حسابات أو أي منطق قد تكون الأفضل ولا تفوز وقد تكون الأسوأ وتفوز في النهاية في كل فترة من الفترات بيكون في نجم قادر على قيادة الأرجنتين وقيادة المنتخب بشكل قوي يخليها تنافس أنت عملت دف 78 أعتقد أنك تتفق معي أن الديجة وارماندو ماردونا عمل دف 86 والكثير توقع أن ميسي هيقوم بنفس الدور ولكنه لم ينجح حتى اللحظة هل تتوقع أن ميسي قادر على تحقيق لقب كاس العالم مع الأرجنتين في النسخة اللي جاية أتمنى بالطب أتمنى بالطب أتمنى أن يستطع ميسي أن يقود الكرة الأرجنتينية لللقب هو قادر على هذا الأمر ووضع النجمة الثالثة على صدر القميص ولكن الأمر ليس بالسهولة التي نراها الأرجنتين قادرة الآن على حصد اللقب بعد تحقيق لقب كوبا أمريكا كثير رأى أنه انضمام ميسي لباريس سانجر ما أثر بشكل كبير جدا على مستوى يعني خلينا نتفق تراجع بشكل كبير هل تتوقع أنه قادر على استعادة مستوى اللي عرفناها واللي شفناها بيه في برشلونة قبل بداية البطولة أتمنى بالطبع أن أرى ميسي كما كان في برشلونة من أجل المنتخب الأرجنتيني ومن أجل بطولة العالم لأنه اللعب الأفضل في العالم على مدار سنوات طويلة وكون الأرجنتين تمتلك لعب مثل ميسي فأعتقد أننا قد نستطيع أن نتوقع بلقب العالم كنت مع أو ضد فكرة انتقال البيه في برشلونة حسناً كانت هناك مشاكل كثيرة في تلك الفترة مع النادي لا نعلم ماذا حدث في حقيقة الأمر ولكنها المشكلة في النهاية تخص ميسي أتمنى أن يصل إلى المنتخب الأرجنتيني في المبارتين المقبلتين في التصفيات وأن يكون في أفضل صورة لكي يستطيع أن يقود المنتخب الأرجنتيني لبطولة العالم أنت واحد من الهدفين التاريخيين للمنتخب التانجو الذي يفتقد الحقيقة واحد من المهاجمين المؤثرين جدا في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة وهو كون عجوارو طبعا بداية شفت إزاي قصة نهايته مع ملاعب كرة القدم وشايف مين ممكن يكون البديل الأمثل لكون عجوارو في منتخب التانجو في بطولة كاس العالم أعتقد أن الأمر صعب للغاية لم أستطع أن أتقبل هذا الأمر كيف حدث المشكلة معقدة للغاية لا يمكن التحدث فيه بتفاصيل كثيرة ولكن أعتقد أن الفريق بشكل عام في قطر هو النجم الأرجنتين لا تعتمد على نجم واحد بعيني أعتقد أن الأرجنتين تمتلك قائمة قوية من اللاعبين أعتقد أنه سيكون فريق كبير وسيحالفها الحظ في المنديالة المقبل هل بتشوف أن تشكيلة سكالوني الفرصة الأخيرة لها هي تحقيق لقب كاس العالم اللي جاي وهل على الأرجنتين تجديد دماء منتخبها مرة تانية سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى حتى الجهاز الفني طبعا في كل نسخة من المنديال يكون هناك آمال كبيرة لكي نكون أبطال العالم لا تعلم في النهاية إن كان المنتخب الأفضل هو الذي سيتوج باللقب في النهاية ما يمكن أن يفعله إسكالوني هو أن يمتلت فريق تنافسي يكون قادر على المنافسة على لقب بطولة العالم هذه هي كرة القدم قد تفوز باللقب أو لا تفوز في النهاية يمكن الحقيقة على مدار تاريخ طويل جدا نجحت الأرجنتين وإحنا يمكن قبل مقابلة ماريو كامبس مباشرة عن عرضنا الحقيقة إنه الدوري الأرجنتيني والأنديية الأرجنتينية عندها قدرة كبيرة جدا على تصدير اللعبين لأهم أنديات العالم إزاي بتشوف تأثير ده على الكرة الأرجنتينية سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندية لا اليوم الأمر يختلف تماما لأن المنتخب الأرجنتيني يستفيد من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الدوريات خارج الأرجنتين أعتقد أن هذا الأمر يؤثر بالطبع بشكل إيجابي على المنتخب أعتقد أن تمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين على المستوى الدولي هذا أمر مهم للغاية ولكنه في النهاية لا يضمن أن تكون بطل العالم خلينا أسألك على مشوارك التدريب ويعتقد أنك أنت توليت كليك أكثر من تجربة تدريبية لماذا فكرتش؟ وهل لم يعرض عليك أنك تتولى مسؤولية المدير الفني لمنتخب التانجو منتخب الأرجنتين؟ لا لا لم يخطر على بالي في يوم من الأيام أن أتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني لم تأتي لي الفرصة ولا أبحث عنها لا أعتقد أني أرغب في هذا الأمر بمناسبة عالم التدريب يهمني كمان أسألك على واحد من أهم الأسماء في عالم التدريب في الوقت الحالي الأرجنتيني طبعا سيميوني مدرب أتلاتكو مدريد إزاي بتشوف تجربته مع أتلاتكو مدريد وإزاي بتشوف فرصه أو حظوظه في يوم الأيام في تولي مسؤولية المنتخب الأرجنتيني؟ أعتقد أن المدربين هناك مدربين للمنتخبات وهناك مدربين للأندية أعتقد أن سيميوني مدرب جيد جدا للأندية لأنه يعمل يوما بيوم مع اللاعبين يخوض المبوريات كل أسبوع ويخوض بطولات عديدة ولكن على العكس على مستوى المنتخب ولكن أعتقد أنه بالنسبة لسيميوني شخصيا أعتقد أنه لا يفضل أن يضرب المنتخب لأنه يريد أن يكون بجانب اللاعبين يوميا طيب بعض الأسماء اللي يمكن عليها كلام أو تقارير صحفية بتتكلم على انتقالهم في الفترة اللي جاي من نجوم الكرة الأرجنتينية يهمني أسمع رأيك فيهم وفي مشوارهم رأيك أو رؤيتك لمستقبلهم في الملاعب البداية مع لو تارو مارتينيش طبعا مهاجم الإنتر واحد من اللاعبين الواعدين جدا والذي أصبحوا من النجوم المهمة جدا في الدوري الإيطالي كلام على انتقاله الدوري الإنجليزي كلام على أنه ممكن يكون خليفة لمحمد صلاح في ليفربول هل بتشوف الأفضل لي أنه يستمر مع الإنتر في الدوري الإيطالي ولا ياخد خطوة تانية في نادي عنده قدرة أكبر على المنافسة على الألقاب الأوروبية الأهم الأفضل بالنسبة له هو بطولة العالم في الوقت الحالي هي التي ستساعده على أن يحدث طفرة في مسيرته أعتقد أن الأمر الحديث عن الانتقال إلى أي نادي هو سابق لأوانه في الوقت الحالي أعتقد أن الأهم في الوقت الحالي هو الانضمام للمنتقب الأرجنتيني وتقديم أفضل ما لديه أنا كان يهمني أسألك كمان على باولو ديبالا لأنه في بعض الأخبار التي تتكلم عن رحيل ديبالا عن اليوفينتوس وانتقاله في بعض الأندل مهتمة بالتفاوض معي أبرزها أو لداخل في الصورة بشكل كبير جدا الأرسنال الإنجليزي أعتقد أن ديبالا لعب كبير للغاية وقضى سنوات عديدة في القرى الإيطالية وتحديدا في يوفينتوس أعتقد أنه لعب استثنائي وأعتقد أن انتقاله إلى أرسنال ستكون خطوة كبيرة في مسيرته وستساعده على التطور كثيرا أعتقد أن الأفضل في الوقت الحالي هو الاستعداد للمنديال مع المنتخب أعتقد أنه قدم مستويات كبيرة للغاية في يوفينتوس ولكني أعتقد أن من الأفضل أن ينتقل إلى خطوة أخرى كنت يعني لعب لي ستايل متميز جدا تتمتع بإمكانيات كبيرة مهاجم خطير بشكل يعني ما تكررش كتير الحقيقة مين من اللاعبين بتشوف أنه ستايله من اللاعبين من جيل حالي مش بالضرورة من الأرجنتين يعني من أي جنسية بتشوف أنه ستايله أو طريقته أو إمكانياته قريبة إلى حد كبير جدا مع ماريو كامبس أنا كنت لعب وسط في المنتخب الأرجنتيني كانت هناك مباريات كثيرة أخوضها كلاعب وسط وهناك مباريات أخرى لعبتها كمهاجم ولكن حسنا لا يمكنني أن أقارم بأحد لأن المقارنات في كرة القدم صعبة للغاية ولكني سعيد للغاية بما قدمته وإذا كان هناك لاعب يشابهني فإني لم أرى حتى الآن هل بتشوف أنه جيل 78 بإنجازه طبعا التاريخي كأول بطولة كاسة العالم لأرجنتين خد من التأدير أو يعني خد من المرضود المعنوي ما يوازي حجم الإنجاز أعتقد أن الأرجنتين دائما ما كانت دولة كرة القدم فيها تمتلك أهمية كبيرة بالنسبة لنا في مونديال 78 الأرجنتين لم تكن جيدة على المستوى السياسي الأمور لم تكن جيدة ولكننا كنا نلعب كرة القدم وهذا الأمر كان يهم قطاعات كثيرة وأعتقد أن الفوز بلقب المونديال كان كافيا لو في كلمة توجيها لسكواد الأرجنتين اللي هيلعب بطولة كاسة العالم اللي جاية إيه الرسالة اللي تحب أنك أنت توجيها الأمر الصعب للغاية أعتقد أن الأمر يتخطى كون النصيحة مجرد ارتداء قاميس المنتخب الأرجنتيني لا يتوجد هناك كلمات قد تعبر عن هذا الشرف فارتداء قاميس بلدك لهو شرف كبير للغاية والله أنت ختمتها ختمها ميسك زي ما بيقولوا بشكرك طبعا شكرا جزيلا نجم الأسطوري طبعا للكورلا الأرجنتينية والكورلا العالمية ماريو كامبس نجم العالم في 78 بشكرك شكرا جزيلا والحقيقة هختم لقائي معا بالكلمة اللي قالها أنه ارتداء تيشرت منتخب بلدك عالم منتخب بلدك على صدرك بتمثل 100 مليون شرف لا يضاهيه شرف آخر خلينا نتكلم أكتر على مصر والسنغال الموجهة المنتظرة في السادسة بس بعد الفاصل نأخذ في اعتبارنا كده في بداية الكلام أنه زي ما احنا شايلين هم وهو هم تقيل بصراحة موجهة السنغال هم كمان شايلين هم من موجهة منتخب مصري وزي ما قلت لحضراتكم أنه منتخب السنغال منتخب من العارة تقيل وانتخب عنده عناصر على أعلى مستوى برضو بقول أنه هم بصلنا نفس النظرة وشايلين همنا وشايفين أنه منتخب المصري منافس قوي جدا ليهم وأن التذكرة لم تحسن بعد الكلام والحقيقة يمكن برضو دي حاجة بشوفها تصب في مصلحتنا أن الموجهة الأولى في القاهرة والأهم من ده أنه في ملعبنا ووسط جمهورنا اللي إن شاء الله يملى المدرجات ويد الشحنة اللي تخلي لعبتنا تقدم أحسن ما عندها ولو لعبتنا عندها نفس الروح اللي لعبت فيها في بطولة أفريقيا نفس الشخصية المنتخب اللي ظهرت في الكاميرون أعتقد بإذن الله بإذن الله نقدر نعمل نتيجة كويسة نركن عليها ونشوف بقى هنبقى نعمل إيه مع أسودة رنجا في دكار خلينا نتكلم أكتر عن منتخب مصر والسنغال المواجهة المنتظرة مع نجمينا وضيفنا النهاردة اللي بيشرفنا في السادسة كابتن محمد حشيش ودائما رجل ده الحقيقة يعني قبل كل المطشاط المهمة وفي المناسبات بيبقى لي كده يعني أراءه وجهات نظر حتى ممكن نتكلم بعد ما بتحصل هو بعد يقول لي صفت حصل نور الدنيا يا كابتن حشيش ربنا نخليك أحمد زيك أنت عاملين كويسة أنا عجباني الضحكة والتفاول في البداية إن شاء الله بإذن الله دائما متفاعلين دائما متفاعلين إن شاء الله بس مع التفاول برضو فيه فيه حزر وفيه حساب لمنتخب كبير جدا جاي قاهرة إلى عابنا وعنده برضو فرصة كبيرة جدا الحقيقة عشان كده السيناريو الناس كلها بتتكلم فيه أنا مش هتكلم معك في الاختيارات لأنه الناس برضو كالعادة يعني ما عملش حاجة جديدة مستر كيروش مش راضية قوي قوي شايفة إنه فيه أسماء كان لابد على أقل في مواجهة القاهرة إنها كانت تكون موجودة لكن خلاص إحنا قدام أمر واقع لكن نتكلم على أسوب والطريقة الأنسب ونحدد الأول قبل الأسوب والطريقة إيه الأهداف من مباراة القاهرة بص إحنا عايزين نتفق إن ما فيش حد دائماً بيتفق على رأي واحد تمام يعني أياً كانت الاختيارات اللي مش عايزين نتكلم فيها ونخد فيها لأنه ما فيش وقت للانتقاد بس فيه حاجات كانت ظهرة أولاً كابتر حاني طبعاً أنا معاك كان فيه حاجات ظهرة وكان فيه حاجات كثيرة أولاً كان ممكن تصنع الفارق صحيح بس بنقول يعني الوقت ده مش بتعل متفق معاك إنهنا يعني خلاص إحنا بنتكلم النهاردة التلات أربع خميس الماتش يوم الجمعة مظبوط فكل الدعم وكل الحماس وكل الكلام الكويس لازم نقوله في الفترة دي نعدي المباراتين وبعد كده هو مش مش شك في إمكانيات الأسماء اللي تم اختيارها بالعكس إحنا وصفين فيه إحنا بنقول أفضل بزرط كده ممكن كان يساعد في حاجة ورقة اتنين طبعاً ممكن تحتاجهم في وقت من الأوقات حسب سيناريو المباراة كان ممكن وعايز أقول لك إن المتشاط دي بتخلص بحد بيعمل حاجة بتعدي خلاص يكون يومه يعني والله إذا اللي إحنا قلناه إنما برضو هنرجعوا نقول ماشي الحال الدنيا ماشية عايز أقول إن الدوافع للفرقتين واحدة سينغال اللي هنتكلم عليها في البداية فريق كبير مليان كنا أكتر فرق في إفريقيا مليانة محترفين في أحسن أندية الأوروبية أهم بطولة عندهم هي البطولة اللي بتؤهل للمونديال لأن ده حلم الناس كلها أسعارهم بتزيد بصعودهم أو بشتركهم في المونديال بيتشافوا طبعاً على أعلى مستوى بتزود قيمتهم في الاختيارات بعد كده بالنسبة لأفضل لعبة سواء على مستوى الفرق بتاعتهم أو على المستوى الدوريات اللي بلعبوا فيها واخدين بطولة إفريقيا صحيح ما كذبوش المنتخب المصري خدوها بالدربات الترجحية إنما هي بطولة طبعاً تتحسب لهم أو البطولة في تاريخهم بالضبط تتحسب لهم الأجيل ده يعني حسس بالنعمة الإنجاز أكيد ما حقوش على تولة والمدرب بتاعهم نفس القصة برضو ما كانش له حظ إن هو ياخد البطولة فبياخد معهم البطولة ومستمر معهم بقاله ثلاث سنين الحياة معهم فهم كفرقة طبعاً فرقة قوية مليانة زي ما قلنا محترفين أسماء على أعلى مستوى أعلى الدوريات عندهم يمتلكوا من الخبرات ومن المهارات لعيب واحد محلي محرس مرمى اللي هو تاني كلهم محترفين أو تاني كمان مش مثلاً يعني الأساس طبعاً الأساسي ده كارسة كارسة يعني أحرص المربى بصراحة أنا بشوفها متكافأة في الفريتين يعني الشناوي أوه ما بيلعبش في أوروبا بس أنا شوف الشناوي لا يقل عن أي حرس من حراس المربى وشوفنا بعد المباراة النهائية بتاعت إفريقيا لما راح سلم على أبو جبل وقبل كده يعني هو عارف أن في خراس مرمى على مستوى عالي لو جينا المتخدم شناوي وأبو جبل يعني عليهم دور مهم جداً في المواجهتين جون دلوقتي أحمد زي ما بنقول بالبلد كده نص الفرقة يعني لما كون انت بتلعب وراك جون خبرات وجون قوي بتأبو واخد السخة وخصوصاً بالذات الديفنس نفسه يعني المدافعين لما بقراهم جون بطلع فكار العالية وطبعاً عنده ارتفاعات زي الشناوي أو أبو جبل اللي كان اللي هيلعب دي بتدي ثقة طبعاً للديفنس والفرقة كلها لو هنتكلم طبعاً على منتخب مصر طب ما عليش تكملي السنغال السنغال جاي عايزة إيه السنغال جاي عايزة تكسبك هنا جاي عايزة تكسبك هنا طبعاً طبعاً لو ما فكرش أو لو فكر غير كده يبقى غلطاء لأن هي المباراة الأولانية هو عنده من الكفاءة والقدرات والسرعات أنه يقدر يجيب أهداف يحرز أهداف فيقول لك لا طبعاً أنا مش هستنى للمرحلة التانية عندي طبعاً أنا خلص من هنا واضغط على الفرقة ما ديش للمنتخب المصري المساحة أنه يلعب علي أو يحرز أهداف أو وصعب الموضوع في المباراة التانية طبعاً أنا هنا ما أطلع بأحسن النتيجة فمش هيجي استسلم بالعكس ده هو هيجي من البداية ضاغط لأنه هو كمان عنده الثقة في نفسه من البطولة اللي خدها الأفريقية وإحساسهم أنه لا ده إحنا كعبين عالي بقى على مصر لا مفيش طبعاً كلام في الكرة كده يعني الفرقتين كابتن حشيش عايزين يكسب طبعاً يعني من المنتخب السنغالي مش جاي مش جاي أخد مطش لا وكلام الكلام القديم بتاع زمان إن أنا أطلع بقى اللي بصارة عشان لما أرجع أرضي لا الفرقة كبيرة دلوقتي بتحط دماغها في أي مطش إنها لازم تكسب وزي بقول لك عندها المؤهلات وعندها الأدوات اللي تقدر تعمل المباراة كويس الفرقتين بالنسبة لبعض كتاب مفتوح طبعاً لعبين قدام بعض لسه 120 دقيقة على أهم لقب طبعاً أحداث السنغال الحاج بتكلم عنها منتخب مصر السيناريو الأمثل لمواجهة منتخب يملك من الشراسة الهجومية الكتير ويملك من الأوراق الخطيرة الكتير السيناريو الأمثل لمواجهته في مباراة القاهرة أولاً بص أول حاجة بنقولها في الموضوع ده إن أهم حاجة اللعيبة أو التشكيل الأساسي اللي هينزل به كروش الماتش يكون في يومه في أحسن حالاته يعني إزاي كروش يوصل المنتخب يوم الجمعة إن شاء الله إن هو نفسياً مؤهل قبل بدنياً وتكتيكياً وخططياً وفنياً لازم الدوافع طبعاً تعلق أو تزيد قوي الثقة بالنفس لازم تبقى كبيرة بنلعب أستاذ القاهرة والذكرات كبيرة مع منتخب مصر بنلعب قدام جمهور إن شاء الله كبير جداً يملى الأستاذ الحمس المصري والروح المصرية بتفرد نفسها في المباراة دي وبتبقى العامل الأساسي في تحقيق المكسب دي أول حاجة بس أهم حاجة زي بقولك إن اللعبة تكون في حالات يعني كله يبقى رجلي شايلة كله فت كله مركز تركيز جامد جداً بغض النظر بقى إحنا هنلعب إزاي اللي هو هنتكلمها لو هنتكلم إحنا هنلعب إزاي أنا رأي هقوله بس أنا حاس أنه هو هيلعب برضو بحاجة تانية كيروش ما بيغيرش كتير سواء في التشكيل أو في الأفراد أو في الطريقة هو هي الناس كلها متفقة على تقريباً 70% من التشكيل هو خط النص اللي محيرنا وخط النص هو العامل الأساسي كمان في المباراة دي وهيبان عليه شكل المنتخب وطريق التفكير كيروش في مواجهة سنغال في القاهرة أنا شايف أنه إحنا ما قدمناش حاجة لأن إحنا نهاج إحنا لازم لازم تهاجم لازم نهاجم لازم تهاجم من أول دي عشان حاجتين عشان نهاجم ونجيب جوال تريحنا في مباراة سنغال وعشان ما نديش الفرصة أنه سنغال تهاجم ولقد الله تسجل فينا هدف هنا بص أحمد أنا من أنصار أننا دائماً ما بعظمش قوي وما ببالغش قوي في الفرق اللي قدامي يعني هو لازم يعمل كده ما يعظمش وما ببالغش قوي في الفرق اللي قدامه بحيث أننا أقول للعيبة أننا نلعب تلاتة ديفندر وعنقفل وعنعمل عشان كذا ده بيدي انطباع للفرقة أن أنت نازل الآن وخايف آه الخوف بس الخوف مع الثقة أنا لو هلعب لازم ألعب بصنع ألعاب لازم تلعب بصنع ألعاب عايز تبتدي بأفشة كابتن حسين عايز تبتدي بأفشة أستغل أولاً حالته الكويسة خلال الفترة الفاتم مع النادي الأهلي يمكن هو من فترة أبعد منها شوية ما كانش أفشة اللي احنا عارفين بالضبط إنما رجع رجع لمستوى بدليل أن هو خده عشان ما حدش يقول بس أصله خده عشان عبدالله سعيد مش مجلأ هو لو مش كويس ما كانش خده فأنا في رأيي لازم أفشة يبقى عنصر أساسي في المبورا دي طب ما تبتديها من وراء اللي احنا متبتدينا عليه أنا بقول الشناوي شناوي طبعاً هيلائب عمر عمر كمان عبدالواحد سيجد لك خد عمر الثاني أنا عارف بس أنا بقول إنما هيلعب كمان اللعب اللي كان معاه من أيام البطول عربية الزبط كسل عرب وبعدين البطول الأفريقية ولعب وشاف وزي أقول لك أنا ما بيميلش للتغييرات بلعب بالناس اللي عرفها فحيبقى محمد عبد المنعم والوينش وفتوح محمد عبد المنعم والوينش وفتوح نص الملعب أنا في رأيي أنا في رأيي يلعب اتنين دفندرات عمر السلية مع حمدي فتحي أو النني على حسن بردو عمر السلية أساسي ويصدر واحد من اتنين حمدي أو النني حمدي أو النني ويلعب قدامهم أفشة ويلعب ناحية اليمين طبعاً صلاح وناحية الشمال يبدأ بتريزي جي ومصطفى محمد ده التشكيل اللي أنا بقوله اللي هو مش هيحصل اللي هيحصل هيلعب بتلاتة وراء تلاتة وراء وحيلعب طبعاً بصلاح ومصطفى محمد ومرموش هو يعني هيلعب كده ليه بقولك أفشة وليه صنع ألعاب المباراة اللي زي دي من البداية لازم عشان تهد أي فرقة قدامك في أول عشر دقايق هو موضوع الاستحواز الديفندرات التلاتة ما بيجدوش الموضوع الاستحواز لازم يكون فيه واحد واقف على الكورة بيستلهم كورته بيبص بيلعب وبياخدها تاني وتعمل استحواز اللي هو عن طريقه وبقى تقدر تكمل هجماتك إنما لو لعبت لعب صريح من البداية الناس دي طبعاً يعني فرقة كبيرة ولعبها خبرات وعارفين بيقفوا ازاي وعارفين بيقفلوا الأماكن الفاضية ازاي فانت حممكن يسيبك تين الف نصف ملعبك أو قدام نصف المعالم حاجة بسيطة هو مقفل فانت محتاج إن أفشة لازم يكون موجودة عشان السروباس اللي بيعملها من بين مثلا المساكين والبكات لصلاح أوفرات مثلا من من تحت المصطفى يعني حاجة لتريزي جي ممكن يخش برضو يخترق بيها وهم عندهم يمكن أضعف خط هو الدفاع عندهم سنغال فبالتالي أنت لازم يكون واحد برضو عقل مفكر في الفرقة يعني المباراة دي مش عايز اللعب الصريح اللعب الصريح ده مع لعبة كبار وخبرات مش 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 هجيب نتيجة إيه المفاجأة من برا السندوق يعني إيه السيناريو المحد اشتخياله ومن الممكن أن مستر كارلوس كيروش يروح لي في المباراة دي هو أنا أنا بقول أنه هو طبعا هيلعب بالطريقة العادية بتاعته بس هو لازم يغير لأنه هو جرب مع السنغال في المباراة النهائية لعب قد إيه يمكن إحنا لو تفتكر المباراة نسترجعها بس ما عملش الهجمة بس فيه فيه عامل اختلاف مهم جدا 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 في المواجهة دي تختلف تماما عن كل المواجهات اللي إحنا لعبناها طبعا أن دي مباراتين ذهاب وعودة مباراة على أرضك لازم تاخد فيها الـ لازم تستغل للأرض وجمهور صحيح وتحقق سكور إيجابي المباراة الأولى عندك والمباراة الأولى عندك ولو ويتهيأ يعني كنت لسه بقول لحضرتك قبل هوا لو المنتخب المصري قدر يسجل في السنغال ويحرمها من تسجيل هنا طبعا حيسهل على نفسه قوي مباراة العودة لأنه هو هناك هيلعب على نتيجة هنا يعني ممكن يغير تكتيكه خالص لو إن شاء الله اتغلب هنا نتيجة هنا 2-0 مثلا وانت رايح هناك التوتر كل عنده وانت اللي رايح الضغط كل دقيقة بتعدي في المباراة بتعمله ضغط عصب يقلق في وسط جماهيره ومغلوب وعايز يحرز أهداف لازم غزمن عنه الخطوط هتتفتح ودي ممكن تدي فرصة لصلاح اللي هو بيجيد طبعا في المساحات لعب كله في المساحات الفاضية وحيبقى برضو العناصر اللي موجودة هنا غير العناصر اللي موجودة هناك النتيجة بتاعة المباراة الأولانية هتفرد عليه تشكيل هناك أيها كانت النتيجة يعني ما نحلمش نلعب مباراة دي مثلا بطريقة جورديولا يعني نستغل الأرض والجمهور والمباراة اللي على أرضنا فنلعب مثلا أربعة واحد أربعة واحد المباراة دي ما تحتملش يبقى فيه ديفندر واحد في نص الملعب زي مثلا حمدي فتحي مثلا يعني وقدامه مثلا يبقى صلاح زيزو أفشة ريزيجيه يعني تحس ان فيه قوى ضربة خد بالك الرجل المتحفص جدا يعني أنا عديل في الأول طبعا هو مختار 23 اسم دي المتش اللي على أرضك يعني اللي انت مفترض فيه انت اللي هتهاجم هتهاجم عزة حناصر هجومية سبع اسماء عندهم قدرات هجومية صحيح وستاشر اسم مدفعي صحيح هو ده بيديك انطباع ان هو مش هيغير الطريقة بتاعته ممكن يحط فيها بس اللعب بقى بالتعليمات أو الإضافات أو المهام الخاصة لبعض اللعيبة من الدفندرات يعني ماتش زي هنا مثلا لو هيلعب بالتلاتة حيدي مثلا حد يعني ممكن يبقى فيه تبديل وتوفيق مثلا لو هيلعب التلاتة حمدي والنني والسلية ممكن يعمل تبادل ما بين النني والسلية في موضوع التكملة الزياد مع المهاجمين بس بردو احنا لعبناهم بالطريقة دي ولعبناهم بالتشكيلة دي وعنينا زي ما بقولك انت موصلتش يعني انت في المطش النهائي انت أغلب المائة وعشرين دقيقة انت كنت بتدافع مدافع وما فيش هلا كورة واحدة راحت بس اللي هي تعتبر شبه فرصة مش مؤكدة كمان فانت المعطيات هنا مختلفة وزي بقولك لازم تستغل عنصر الجمهور واكيد السنغال برضو عرف منتخب مصر وعرف الأسماء اللي فيها وعرف ان هو فريق اللي يستهان بيه ووصل معاك لغاية 120 دي ما احرصتش هدف وكنت متحفز وزي بقولك الاسلوب او المباراة مختلفة عن مباراة اللي هي الرايح جاي وقوت فاللي انا بقوله ان لازم كيروش يستغل الحماس والجمهور ان هو لازم يبقى ضغط كمان على الفرقة دي من البداية اذا بقولك استحواز وضغط من قدام مع الفرقة انت لما بترجع وبتلعب في نص ملعبك وحطي ثلاثة ديفندرات انت بتطمع برضو الفرقة اللي قدامك بقولك هو خايف مني انت فاهم ازاي انما انت لو ابتديت بالمبادرة وفي اول عشر ده اخطر عشر ده او ربع ساعة بالنسبة للفريق الضيف هي او ربع ساعة في المباراة بلعب خارج ارضه بلعب وسط جمهور وعارف ان فيه حماس وفيه دوافع كبيرة فممكن تحرز هدف الهدف ده ممكن يغير لك المباراة خالص ممكن يسهلك الدنيا خالص لان انت برضو خلي بالك يا محمد كل ما المباراة بتعدي صفر صفر انت برضو ضغط عليك بتوتر وهو بيرتاح لان برضو الصفر صفر هناك هو ماشي انا لسه عندي مباراتي هناك انما لما جون في البداية ممكن ربنا سهل مثلا الشوط التاني تحرز تدعم الجون بجون تاني يعني سيناريو والاروح لو حصل يعني بس ده اذا بقولك محتاج تركيز محتاج ان فيش حد يبخل بأي نقطة عرق ولا جهد اللعبة تبقى متحمسها وعندها هدف انه يعتبر ان المباراة الاولانية دي هي المباراة ولو الاخيرة مفيش مباراة تانية عشان اقدر قدي كل طقتي وكل اللي عندي وربنا يسهل بقى في التاني يعني ما قدش يحسب حسابات الراجل ممكن يبقى شايل هم الاجهاد المعظم يعني لعيبة الفريق منتخب المصري والله حتى المحترفين برضو يعني اعتقد يعني ورحلات صفر اصلاح بلعب على طول واتريسجير بلعب هناك ومرموش ومصطفى شايف انه ده يبقى مؤسس عشان كده في بداية كلام قلتلك اهم حاجة انه يوصل للعيبة للصفارة الحكم ولعيبة واقفة على رجليها اللعيب لو احسن اللعيب في العالم احمد ومش في حالته او مش قادر هيبقى زيره هيبقى يمكن شبله صغيرة حسن منه فهو اهم حاجة يوصلوا ان هم يكونوا جاهزين بدنيا ونفسيا والنفسية كمان بتقدر تتغلب على الاجهاد شوية ما يكون فيه دوافع كبيرة وفيه جمهور وفيه محدش بيبقى يعني طيب فيه مراكز مختلف عليها يعني صلاح ضمن مكانه خط الظهر كله عمر والوينش وعبد المنعم وفتوح طبعا ورده إلى حد كبير يعني لو جاهزين طبعا والاختلاف نص الملعب والناحي الشمال نص الملعب وفيه بعض يعني ناس تقولك دايما أو الناس بتتكلم في دا تريزيجي بداية ولا مرموش وليه ده وليه ده تمام انني ولا السلية جنب حمدي وهل يبدأ بزيزو ولا محمد مجدي أفش فيه سنوئيات كده كبداية لأنني عارف من الأوراق دي كلها ممكن تلعب تاخد في التسعين دقيقة بس مين يبتدي ومين يقعد دكا تمام تريزيجي ولا مرموش انت قلت لنا تريزيجي تريزيجي زيزو ولا أفش لا أنا في رأيي أفش ياخد كل اللي عنده لأن انت محتاج برضو أفشا ما عنده سرعات هو أفشا انت محتاجه في السيناريو الأولاني أنه هو يعمل الاستحواز ويعمل بساطة ولعبة لسه بحالتها صلاح لسه ما أجهدش الفراو ده مصطفى كلام مين ده يبقى عنده دكا جمدة جدا من زيزو مرموش تغييرين ممكن يبقوا جمدين قوي لأن زيزو لعيب كرة كويس قوي عنده سرعات عنده تصويب عنده كرصات كبيرة كذلك مرموش صغير في السن وهيبقى نازل برضو بكل طاقته عايز يعمل برضو الفارق وعنده سرعة كويسة فدول ممكن يبقى يخلو لك الدكة تقيلة شوية بس لازم في البداية أكتر واحد يجيد الموضوع الاستحواز ده هو أفشا فلازم يبقى موجود زي بقول لك من الأول ولعب باثنين بس اللي هما الدفندرات لأن انت مش معقول هتلعب بتلاتة دفندرات هنا هتلعب بخمسة هناك ولا إيه انت فاهم ازاي وزي بقول لك دي بتقلل مليون في المية من القوة والضغط الهجومي بتاعتك أن انت بتلعب أنا بتهالي كمان كابتر حشيش بحس شوية أن اللعيبة بتقراها يعني أنا لو في سكواد المنتخب ولقيت أنه في مناسبة زي دي عشان اتأهل بطولة زي كاس العالم وبالعب في السادة القاهرة قدام الجمهور ده ومدير الفني بيقول لي أنا هلعب بتلاتة دفندرات أحسوا أنه مش واثق في إمكانيات مش واثق والآن وخايف من الفرقة لقدامك وحاس الفرقة لقدامك عندها عناصر جامدة دي بتقلل مني شوية إنما لو العكس حصل لا إحنا متخب مصر وعندنا تاريخ كبير وعندنا لعبة كمان كويسة تقدر تشيل يعني لو أي اتنين من الديفندرات اتحطوا ولعبوا قدام الناس المساكين وخط الدار أعتقد أن يعني السنجال مش بتلعب أنت مثلا برشلونا ولا بتلعب ليفربول يعني يعني أنت فاهم إزاي أنت الند وإن شاء الله تبقى أحسن في الماتش ده طيب زي ما هدفنا أنه إحنا نسجل يعني نلعب جيم هجومي ونحاول نسجل واحد أو اتنين في السناغال أنا بشوف أنه هدف برضو مهم جدا أنه إحنا نستقبلش اللي يقل أهمية عن أنه إحنا نسجل يعني مهم قوي أنه السنغال ما تجيبش جوال هنا الدور اللي يقوم بيه وفيه كلام الحقيقة كمان على فكرة عبد الملعب والوينش وخطورة السنغال في الكرات العرضية وخصصا أنهما عندهم ما شاء الله الجميع يعني لو جبت أي فرود من السنغال وحطيته جنب فيه فروق في السرعات فيه فروق في الأطوال بص أنا عايز أقول لك حاجة الوينش صحيح مش طويل قوي إنما عنده ارتقاء عالي جدا جدا وبلعب بدماغه يعني ممتق هايل كذلك برضو محمد عبد المنعم اللي أنا طالبه من الديفنس في المباراة دي وخصوصا أول ربع ساعة أو تلت ساعة اللي هو اللعب السهل يعني إيه مش المطش ده اللي هخليك تظهر تلعب مثلا متخب العالم أنت بتلعب وبتأدي وبتشيل الخطورة عن مرماك بدون فزلكة لو قادر تلعبها طويلة لعبها ما فيش أي مشكلة في الموضوع دوات أحسن ما تتقطع منك وتيجي هدف لأن الهدف غالي قوي لقد ضرر الهدف فيك هيربك لك الحسابات هيدخلك أنت نفسيا في جوه أنت مش قده مع فرقة كبيرة زي دي بل بالعكس إحنا عايزين نصدر لهم الحتة دي لو جي فيهم جون في الحارس الأملاق بتاعهم ده ما يجي فيه جون في البداية هتفرق جدا جدا وهتبتدي أنت تلعب بقى ريحية هتأمن كويس أوي برضو تبادل هجمات عشان تدعم الهدف زي ما أقول لك الوقت مهم يعني الموتش ده محتاج سيناريوهات تبقى متحفظة للعيبة أو ربا ساعة هتعملية وأكيد الرجل مش هيدخل الأستاذ إلا ما يبقى عنده كل سيناريو هيتفرر فيه إزاي طبعا ما تفاجأش يعني ما تفاجأش وهيبقى مقاري لعبته طبعا يعني لو حصل كذا أو جبنا جون في الأول بدري هيبقى الطريقة كذا لو لقدر لاستقبلنا أكيد طبعا الحاجات دي لأن انت عارف مش هتحصل في ساعة الموتش لا يمكن لأن انت في المبارات القوية الكبيرة المهمة اللي زي دي بيبقى كل شيء وارد اي اما بتلعب مثلا فرقة قليلة بتبقى أنا هضغط عليها من بدري ويجيب الجون الأولاني والثاني والثالث ونلعب لعبنا إنما انت بتلعب فرقة وارد يعني يعني مبارات النهائي انت مش أول عشر دقائق ممكن نسألك سؤال في مبارات النهائي عشان الناس دايما حاضر في النهاء يعني الناس وهي بتفكر في مطش الجمعة دايما بتقارن بين المطش اللي هي مستنياء والمطش الأخراني اللي بين تمام ماذا لو يعني خلينا نرجع لمطش نهائي أمم أفريقيا ماذا لو إنه منتخب مصر عشان يوصل للمبارات النهائية كان مشواره عكس مشوار السنغال يعني السنغال هي اللعبة كود دي فوار والمغرب والكاميرون صاحبة الأرض والجمهور صحيح ولعبة تلات مطشات دول فيهم اكتش تاين نص ساعة طبعا وماذا لو في المبارات النهائية غاب عن السنغال إحنا غاب عننا الباك اليمين الأساسي طول البطول طبعا غاب عننا حالس المرمى محمد شناوي صحبه جابا اللعبة عالمي طبعا طبعا بس برضو كان فيه غيابات مؤسرة صحيح وما كانتش ليها بديل لدرجة وظفت مثلا إمام عشور باك يمين ما لعبهاش صحيح ماذا لو كان السيناريو مختلف في مواجهة النهائي كانت النتيجة بالضروات تبقى مختلفة من مواجهة نظرة أعتقد إن كان ممكن نبقى أحسن من كده نبقى أكثر إيجابية لأن أنت برضو ما بيحصل عندك نقص في التشكيل الأساسي وبتلعب ناس بغير أماكنها بتبقى حاسس برضو أن أنت عندك نقص نقص خصور خصور في حتة معينة يعني بدل اللي فيها بيلعب مثلا 80-90% ممكن يقدي كويس أو يلعب 50-60% فبقى عندك خصور في النحية التكتيكية كمان لأن أنت بتبقى معتمد على الأساسي في حاجة معينة الراجل اللي بيلعب بديل ده أنت بتقول إيه يا رب بس يمسك نفسه يبقى كويس يقدر يأدي والله هو كان بيلعب على أساديو ماني يعني هايل يعني عمل مبراء كويس جدا كذلك الإجهاد أنا معتقدش أن المبراء بتاعت الجمعة لعبة منتخب مصر هيبقى مجهدين زي ما قابلوا السنغال في الكاميرا طبعا استحالة زي أنت بتقول شوف اللعب ومين المشوار كان عامل إزاي في مدة قليلة أقصى طاقة في كل حاجة جارية والتحمات وسرعات وضغط عصبي لا أنت طلع من ثلاثة نهائي ثلاثة نهائي يعني أنت لعب كودفور نهائي مغرب نهائي صحيح تلقى ثلاثة نهائي غير الأخير فأنت مجهد زهنيا وعصبيا نتيجة برضو الإكستراتايم وضربات الجزاء والتنشن اللي أنت كنت فيه والإجهاد بقى بتلعب مع لعبة يعني برضو كلهم محترفين كل الفرق مش ورهم كان سهل قوي في البطول والسنغال ما ظهرتش في البطول الحقيقة خالص ألا في الآخر فأنت برضو كان ممكن الموضوع دوت لو العكس يفرق مع الجامد أعتقد المباراة يوم الجمعة ما عندكش مهما العبة كانت مجهدة من مباراة الدوري مش هتبقى بنفس حالة الإجهاد لأن برضو أعتقد أن المداربين بتوعهم هنا برضو كانوا بيريحوهم في بعض المباريات ومباراة برضو الدوري أو إذا كان الناد الأهلي أو طبعا الناد زمالك في البطولة الإفريقية ما فيوش برضو الضغط العصبي القوي زي ما كنت هناك في فترة ليلة بس تفرق حاجة بقى البطولات المجمعة هنرجع تاني والمباراة وقصة طبعا لأن انت بتبقى عايش مع زميلك لمدة شهر قامة كاملة ومعسكر قبل البتاع تفكيرك واحد والحالة كمان لما بتاخد الحالة جوها البطولة بتتصاعد بالضبط زي ما الحالة الفنية بتتصاعد الحالة النفسية والحماس بيتصاعد والأمل بيزيد صعب أن أنا أستعيد الحالة والتوحد والشخصية والروح بتاعت الفرقة والله مش صعب لأن أنت وإحمد الإعلام للفترة الأخيرة بصراحة مدعم المنتخب كويس قوي قوي زي ما أنت بتقول الانتقادات والحاجات دي وإن كان في بعض الناس بتتكلم بس قلت قوي عن بداية كيروش ما كان موجود كله دلوقتي إلى صوت يعلو فوق صوت المباراة خد بالك برضو أنه المنتخب أنا مش بكلم على كيروش كمدير فاني أنا بشوف أنه اللي حصل الراجل طبعا ليه تقديره واحترامه وأكيد ليه دور في ده لكن أنا بشوف أنه اللي حصل من المنتخبنا في أمه أفريقيا بيرجع في المقام الأول والأخير للعيبة نفسها طبعا لروح اللعيبة وإصرارهم اللعيبة كانت عايزة اللعيبة كان عندها رغبة أنها تفرح الناس وأنها تعمل حاجة عكس التوقعات أنا لأن المنتخب اللي بدأ البطولة دي قدام ناجيريا أنا فاكر مش ناس البدايات المنتخب اللي ما كانتش يدي أي بارقة طبعا لأي حاجة ممكن أغب الزبك اللي عايز أقوله لك أن أنا أكاد أجزم أن الروح المصريين ودي مش حقيقة مشكلة في الهوى يعني روح المصريين وحبهم لبلدهم كبير جدا جدا أنا ما شفتوش طبعا كل واحد بيحب بلده واللي تربى فيها وإنما روح المصريين فعلا بتظهر في أوقات الشدة وإننا لو جبنا بالذاكرة وإننا وإلاقي المدرجات مليانة كده والهتفات وعالم مصر ده بيحرك لحرك الدنيا في الإستاد كده إن شاء الله يبقى عامل عامل كبير أنا أتكلمت معاك على النواحي الفنية الفارق بين المنتخبات فرصة كل منتخب الأجهزة الفنية عايز أتكلم معاك في جزئية ممكن برضو يبقى فيه شغل عليها مع لعبتنا لأنه أنا بشوف أنه جزء كبير من الجيل ده ممكن مايلحقش كاس العالم اللي جاي طبعا وأنا بيتهيقلي أنه أهم حاجة لأي لعيب كرة كل البطولات القرية مهمة أعلى مستوى لكنه نلعب كاس عالم أعلى مستوى دي حاجة يعني كل اللعيبة بتحلم بيها الناحية الدوافع الشخصية للجيل ده من اللعيبة أنه يروح بطولة كاس العالم اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي تبص على لعيبة مصر أو تاريخ مصر فيه لعيبة كتير جدا جدا جدت عظيمة ما لقبتش كاس عالم إنما دايما الناس فكرة من المجموعة بتاع التسعين المجموعة أنا مركز على تسعين لأن التسعين عملوا نتائج كويسة وكان الأداء كويس قوي أولندا وإنجلترا وإيرلندا خلاف طبعا الكاس عالم الأخير وصلنا وكده بس ما كانش طبعا الأداء على المستوى لأن الناس حبّة في كاس عالم إنها توري طعم الكرة المصرية حلاوة الكرة المصرية أداء مصر واخد بالك دكتور كوبر كزنة بصراحة في النصفة بتاعة روسيا خالص فأنت كل الناس أو كل الأجيال بتفتكر دايما جيل تسعين بتاع كاس عالم لسه الناس فكرها لغاية دلوقتي وأنا بحس أنهم لهم قيمة الحياة كبيرة يعني عشان وصلوا وفرحونا وكان بعد سنين طويلة جدا وكان ماتشات برضو يعني مصر وإنجلترا مصر وهولندا أقل ماتش فيهم مصر وإيرلندا بالضبط لكن أنت في لعب سعودية ولعب سعودية وروسيا ورجويا يعني مع كامل التأديل والاحترام والمتخبات يعني فمعلمتش وما سمعتش يعني ماتش مصر والبرازيل في كاس القرات ولا مصر وإيطاليا في كاس القرات النسبة التهريان أحلى مرة شفنا منتخب مصر في تاريخ الكرة المصرية هي الفترة بتاع كاس القرات عشان كده اللعيبة زي بقولك أن هم لازم يعملوا تاريخ ليهم اللعيبة لا لا اسمح لي هروح لفاصل وهرجع أكمل كلام مع حضرتك لأنه الحقيقة كمان عايز يعني أركز شوية كمان على ما بعد مواجهة القرات لأنه مواجهة تانية مهمة في منتقى الأهمية بس هتسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسة مع نجميل النهاردة كابتن محمد حشيش إن شاء الله بإذن الله قادرين ناخد تسكرة التأهل لكاس العالم أكيد يعني إحنا مصر في الأول وآخر ممكن يبقى عندنا دروب شوية ممكن يبقى مش في أحسن أحوالنا لكن في النهاية برضو إحنا منتخب مصر وبشخصيتنا وروحنا وبجماهيرنا اللي أنا حاطت عليها أمل كبير جدا أنها تكون عنصر مؤثر في حسم جولة القاهرة إن شاء الله بإذن الله نقدر نخلص بس مطش القاهرة وبعد كده نفكر بقى في حيث حسابات السنغال وبتهيالي لو عملنا نتيجة كويسة زي ما اتفقت أنا وكابتن حشيش نقدر إن شاء الله يعني نروح السنغال مرتحين على أقل ما فيش ضغط أو توتف هي خطوات يعني محطة القاهرة ومحطة السنغال بمناسبة خلينا ناخد رأيك في الأسماء اللي ما كانتش موجودة ما عاشتش مع المنتخب الحالة اللي احنا كلمنا عليها واللي خلت المنتخب يوصل نهائي لبطولة الكن عندنا دونجا عمر جيبر من البيراميدز أفشا وياسر إبراهيم من الأهلي أيب اللي هيبة دي تخش إزاي في الدنيا وشايف أنه ممكن الرجل يعتمد عليهم كأساسيين أو على أسماء منهم كأساسيين في مباراة السناغ بس هم كلهم لعبة كبيرة وكلهم جديرين إنه هم يبقوا في ملتخب مصر كلهم دولي كل لعب دولي سواء في المرحلة دي أو قبل كده بس هيها ظروف اختيارات كذلك الناس دي سواء بتوع بيراميدز أو النادي الأهلي بيلعبوا في البطولات الأفريقية سواء أبطال أو كونفدرالية فبرضو عندهم الحس الدولي والحس الأفريقي والكلام ده مش من فترة كبيرة ده لسه كلهم نايين المطشاط بتاعتهم لسه الأسبوع اللي فات فهم إني يعني زي ما بيقولوا وأي واحد فيهم لو حصل أي ظروف ممكن يؤدي وهيؤدي كويس ومو مش غريب على منتقب مصر تسمح لي اعترض بس في نقطة الحقيقة أنا شايف إنها جديرة بإن إحنا نعترض عليها ولابد إن حد يتكلم فيها مع بسر كيروش مطشنا 25 المطش القاهرة مطش السنغال دكار يوم 29 تمام المعلومات اللي عندنا إنه الرجل قرر إنه بحثة منتخب مصر تسافر يوم 27 ده معناه إنه في رحلة سفر وفي حالك متفق معه أكيد رحلة هتبقى مجهدة طبعا بعد مطش أنت لسه لعب من 48 ساعة مباراة هتبقى في منتهى القوة معناها إنك هتوصل للسنغال يبقى عندك 28 بس اللي هو التدريبة الأساسية للمنتخب وتلعب 29 هل شايف أنا لو بفكر لو أنا في إيدي الموضوع أسافر 25 يوم المطش بالليل أخذ التعب مع التعب كله على بعضه يعني يعني اتعب المباراة مع تعب السفر أخذه كله وراء بعضه وريح بقى ال 26 هناك عشان يبقى عندي 27 و 28 فيه أي مطش خارجي فيه كده تبقى مرحلة تأقلم طبعا يعني أنا أشوف الجو أشوف دي هتديله زي ما بقولك حمد إيه إنه إنه التعب بتاع المباراة وبعدين تريح يوم والتاني وبعد سافر تتعب تاني إنما أنا لو خدت التعب كله وراء بعضه وفي نفس الوقت وجودي في الأجواء هناك من يوم 26 أبقى موجود على الأرض وعلى الملاعب وعلى الكذا أقرب كمان اللعيبة من الزكرة بتاعة الأمم الإفريقية نتلمه تاني لمدة وليكن مدق ليلة إنما دخلوا تاني في الأجواء الإفريقية والعيشة اللي هناك هو تفكير بس هنرجع نقول كل واحد بيبقى له مدرسة هي مدارس مختلفة والقرار ده طبعا بتاعه هو اللي هيتحمله سواء كده أو كده لو مطش هنا انتهى بالتعادل السلبي تمام تشوف سيناريو مواجهة الدكار ازاي هل ممكن يبقى المنطقة المصري مازال عنده وامل والمواجهة الأخيرة مليون في المية مليون في المية لأن برضو الفريق اللي قدامك ما بيلعب خارج أرضه غير على أرضه على أرضه حيبقى يعني لو حصل انها سفر سفر في القاهرة والمباراة هناك هيبتدي ضغط عليك من البداية عشان يخلص المطش من البداية عشان بعد كده ممكن ضربات الجزاء ما تنفعوش يعني مش هتنفعو كل مرة واخد بالك إزاي فهو عايز يخلص ساحات مفتوحة في الملعب اللي بيوجدها صلاح ودي أهم حاجة هتبقى الموضوع مختلف فهو على حسب المباراة الأولانية ونتجتها هيتم اللقاء هناك من تشكيل ومن أداء ومن طريقة ومن خطة يعني ايه الأخطاء اللي مش مسبوح بيها في مواجهة القاهرة ان يجي فيه جون يعني دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا هتدربك لك الدنيا وهتدخلك بقى في حسابات أخرى يعني ياخد بالك إزاي ولقدر الله الأخطاء دي صاحبها بيبقى صعب عليه انه يقدر يكمل أو يستمر في الملعب لأنه عارف يعني مقدار الجون اللي حيدخل اللي قدر الله فيك هنا يبقى عمل إزاي كلمة للجمهور اللي يحضر مباراة في الملعب كابتن حشيش التشجيع لا ينتهي من قبل المطش وأثناء المطش لو لقدر الله حتى حصل ده يعني جي فينا جون ولا حاجة لازم الجمهور يشجع لآخر لحظة لأن الكرة علمتنا أن الأهداف بتيجي في ثواني وآخر ثواني وبلاس تسعين ويبصوا للناد الأهلي يعني يعني حقا في دماغهم بالناد الأهلي صحيح كل التوفيق لرجالتنا نتمنى نشو الله بإذن الله مباراة طليق بينجومنا الكبار جدا اللي ثقاتنا فيهم ما لهاش حدود واسقين تماما أنه لو الروح والإرادة والتصميم والتركيز اللي كانوا موجودين في بطولة أفريقيا ده معدن منتخب مصر الحقيقي اللي احنا شفناه قدام كل ديفار والمغرب والكاميرون على أرضها فوسط جمهورنا وحتى السنغال في ظروف صعبة جدا وقصية جدا على أي منتخب وأقوى منتخب أن نلعب فيها مباراة نهائية قادرين إن شاء الله مع أن احنا منعب على أرضنا ومع أن في جمهورنا في المدرجات إن شاء الله بإذن الله أن احنا نعمل جيم كبير جدا ونحق نتيجة إن شاء الله نتمنىها تكون مريحة قبل من نروح للمواجهة الأصعب في دكار بشكرك شكرا جزيلا شكرا محمد ونحن رفتنا إن شاء الله نبقى اللقاء المتفاعلين إن شاء الله بإذن الله يبقى في مكسب لمنتخب مصر واجه هنا معاك بعد يوم 29 أبريك إن شاء الله بإذن الله والقرع نبقى من تباح القرع في أول إبريل إن شاء الله وقرع كثير عالم نتمنى إن شاء الله نكون حسابنا إن شاء الله بإذن الله بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير نتقابل إن شاء الله نفس التويد السادسة على شاشة الأهلي شكرا لحضراتكم